أولا بحواء لما نتكلم عن سيدنا خالد بنوريد رضي الله عنه ورضاه ونقول أنه في السن التي ذكرها البشمهندس يقضي بقوته وعه المسلمون على أكبر إمبراطورية أنا ذاك هي الفرس وإمبراطورية الروم أيضا في أربع سنوات قضى على فارس في خمس عشرة معركة وقضى على الروم الذين عاشوا في الشرق لمدة ألف عام هذه الإمبراطورية في تسع معارك وآخر هذه المعارك التي اتحدى ضد سيدنا خالد ثلاثة من الأعداء الإمبراطورية الفارسية الإمبراطورية الرومانية معها قوة كبيرة من العرب في معركة اسمها الفراد الفراد على شاطئ الفراد في العراق كان عدد هذه الجيوش مجتمعة مئة وخمسون ألفا وكان معهم من المسلمين أشرون ألف تخيل شخصية فعلا تحتاج إلى الدراسة البشواند استفضل حينما سئل السؤال من الأستاذ علي القوة جاء بها من تربيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كالذهب والفضة خيرون في الجاهلية خيرون في الإسلام وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحديث بكلمة جميلة جدا نريد أن نفهمها إذا فقهوا يعني الإسلام حينما دخل هؤلاء في دين الإسلام ازدادوا الفارس ازداد في روسيا الذي كان عنده صفة طيبة ازدادت هذه الصفة علوا وزاد مقامها في الإسلام فكان سيدنا خالد رضي الله وتبارك وتعالى وارضاه أبوه كان من حكماء العرب يعني كلنا نحفظ نحفظ قصة لماذا أتيت بهذا بهذه القصة وهذا الموقف لأدللك على أن الإسلام انتفع بكل أنواع البشر انتفع بالضعيف وانتفع بالقوي انتفع بالعبد الذي كان عبدا رقيقا يعذب كسيدنا بلال وانتفع بالفارس الشهم القوي المدافع عن قبيلته هناك قصة كلنا نحفظها ونحن صغار قصة الحجر الأسود حينما ودمت الكعبة واختلفت قريش على من ينال شرف وضع هذا الحجر في مكانه في الكعبة كلنا نعلم أن من الذي وضع الحجر في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم أن في هذه القصة قالت قريش نحتكم إلى أول من يدخل علينا من الباب فكان أول من يدخل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف مين صاحب هذه الفكرة يا شمهندس؟ صاحب هذه الفكرة أيها السادة هو أبو سيدنا خالد النوليد رضي الله عنه وارضاه كذبالك ويديدوا لك على إيه؟ على إن فعلا الناس السلسال مثلا نعم يعني طيب من البداية سلسال حكيم سلسال يعني سلالة لها فائدة وبعدين عندك مشهد تاني إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ظل العداوة الشديدة كما تفضل البشمهندس من سيدنا خالد يعني في معركة أحد كما تفضل البشمهندس يعني أغارع المسلمين وتسبب في جرح سيدنا النبي سلسال كما تفضلت مشكورا وبعدين في صلح حديبية وسيدنا النبي ذهب إلى الكعبة ليعتمر هو الوحيد الذي خرج بسيفه سيدنا خالد والفرسان معاه وسيدنا النبي أخذ طيقا آخر وبعدين في عمرة القضاء لما سيدنا النبي أراد أن يدخل مكة وقريش أزنت له بالدخول خرج من مكة وهو لا يريد أن يرى وجه سيدنا النبي سلسال انظر للذي حدث سيدنا النبي ماذا صنع وده يعلمه درس كبير جدا درس عظيم جدا في حيث سيدنا خالد إيه هو سيدنا النبي صلى الله بحث عن سيدنا خالد كل هذه العداوة وسيدنا النبي يبحث عن سيدنا خالد نعم سأل عنه أخوه نعم نعم قال أين أخوك أين خالد قال خرج يا رسول الله فسيدنا النبي خرج من مكة كلها عشان من أجل يا هو مش عايز يجاب يعني والعاذ بالله هو يكره سيدنا النبي في هذه اللحظة صلى الله عليه وسلم وحشاه يعني يعني الحجارة تحبه ومن في السماء تمرضي يحبه نعم نتكلم على الفترة دي نعم أرسل إليه رسالة يا أستاذ علي أرسل إليه رسالة وده يدلك على إيه يعني صدق الشاعر حينما يقول يا بشمهندس أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني لا عداوة تستمر ولا بغضي بيستمر وده يدلك على إني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني آية في الرحمة وآية في الفتنة أيضا لما يكون بينك وبين حد عداوة أنا مش عايزك يعني إيه لا أريد منك أن تتعمق في العداوة وأن تبغضه البغض الشديد الذي قطع بينك وبينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه يعني أين خالد؟ قال خرج يا رسول الله من مكة يعني سب مكة خالد وطرع مش عايز يعني سأل المكان ومش يعني أرسل إليه رسالة يعني يعني بلغه عننا أنه إذا جاء قدمناه خلي بالك من الجملة دي إذا جاء إيه قدمناه يعني جعلناه في المقدمة يعني إيه يعني وضعناه في مكانه المناسب أنت فارس في الجاهلية وقائد جيوش وهو تعاد الإسلام إذا جئت إلينا لا تخف على مكانك ويدودك عليه أيضاً سعة حلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سعة رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول سيدنا خالد فلما بلغته هذه الرسالة من أخيه يعني اهتز وارتجف وأخذ يفكر وحدث ما حدث كما تفضل البشمهندس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا كنت أعلم أن عندك عقلاً يعني كنت أرجو ألا يرشيدك إلا إلى خير وفعلاً جاء بك اللحظات اللي بتكلم فهد الدكتور بالخير دي لحظات ما قبل إسلامه كمان نعم خلينا أقول لحضرك أنه بيحكى أنه خالد بن الوليد كان يراقب المسلمين عن قرن